فخياروه قالولو لزيد عرفتن قال ايه هذا عمي وهذا ابي تذهب معهم ام تبقى مع محمد قالوا لا ابقى مع محمد رأيت منه ما لا اختار عليه احدا فالنبي فرح به شو قال تبناه قال هذا ابني صاروا يسموه زيد ابن محمد ثم لما نزلت اية التحريم النبي عليه الصلاة والسلام قال هو زيد ابن حارفة واضح هذا الكلام يعني اعلن انه ليس انه التبني حرام ليس ابنه بالتبني اية تحريم التبني ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولتأكيد امر تحريم التبني زيد هيدا كان مزوج امرأة اسمه زينب بن جحش فهمتوا النبي النبي نزل عليه وحي غير قرآن وحي شو غير قرآن انه زينب بالمستقبل حتصير زوجته بس هي زوجة مين كانت هلا زوجة زيد فالنبي كتم هذا الموضوع ما اخبر به اخفاه في صدره ليه لانه من قرآن لو كان وحي قرآن كان ضغر النبي بلغه للناس ولكن وحي غير قرآن فاخفاه في نفسه واضح هذا الكلام ثم بعد ذلك الله زوج زينب زوج سيدنا محمد لزينب او الله سبحانه وتعالى زوج زينب لسيدنا محمد بوحي منه بالوحي النبي تزوج من زينب من غير ولي ولا شاهدين متل ما هو العادي نزل وحي انه من بعد ما يعني قضى زيد منها وطرا نزل الوحي انه الآن زينب زوجتك يا محمد بشو بالوحي بدون ولي ولا شاهدين فهمتوا هذه خصوصية لمن لزينب فزينب كانت تشوف حالة امام امهات المؤمنين شو تقول لهم زوج كنا اهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات يعني زواجي من رسول الله من غير ولي ولا شاهدين مدون مكتوب فوق سبع سماوات وان يعني في اللوحي المحفوظ اللي هو فوق سبع سماوات ليس كما تقول الوهبية هذا دليل انه الله على زعم ساكن فوق السماء السبع ما فهمنين راسهم من اجريون الجماعة هذا معنى حديث زينب بن جحش زوج كنا اهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات يعني زواجي من رسول الله من غير ولي ولا شاهدين مكتوب في اللوحي المحفوظ اللي هو فوق سبع سماوات واضح فاذن عيد ابو ادم تحت تحت في عنا النار فوق النار سبع اراضين فوق السبع اراضين سبع سماوات فوق السبع سماوات الجنة وصاقف الجنة العرش وتحت العرش فيه الكرسي وفوق السماوات سبع فيه ايضا اللوح المحفوظ هلا هون تعبته ولا بنكفي شوي اسمعوا معي منيح هولي عم راعي الوقت انا بس هنفتحها اخر يوم اليوم بدي اذكر لانه كم شغلي ما بدي اختصر لدرجة يفوتنا كم امر على موضوع الكرسي الكرسي الله ليش خلقه اظهارا لقدرته ليش الله خلق العرش كمان اظهارا لقدرته الله تعالى ليس جسما جالسا على العرش والله ليس له قدمين فهمتو اما اذا انتو جيتوا لعندي على البيت ابو ادم انا رحت لعندي ابو ادم مثلا ام ضيفني ابو ادم تمرو شاي فبرجع على البيت بقول لي زياد ما كان قدمه ابي ادم ما كان قدمه لك اي ماذا قدم لك كضيفة فبقول له قدمه عم بحكي على اجرو هلا اما يتوكي باوت هز فوت قدمه تمرو شاي هذا ما قدمه لي يسمى قدم باللغة العربية والقدم اللي فيها خمس اصابع تسمى قدم كرة قدم على حسب الكنتكست وين عم تستعمله شو كان قدم ابو ادم بقول له تمرو شاي انتبهنا لوين شو بدك تشوف بدي شوف كرة القدم مباراة تفهم من الكنتكست شو اصده بالقدم يوم القيامة الله يضع الكفار في نار جهنم فوج بعد فوج بعد فوج يقدمهم للنار حتى يضع الله تبارك وتعالى اخر فوج في النار والتي النار بهم تمتلئ بما قدمه الله من الكفار في اخر فوج فشو بتقول النار قط قط النار قبل ذلك كلما قدم الله لها فوجا من الكفار شو تقول النار هل من مزيد اللهم اجرنا من النار تميز من الغير وهي تفور الصلاة كبيرة هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها اي حتى يضع رب العزة اخر قدم يعني اخر فوج يقدمه للنار اخر فوج يقدمه الله للنار اسمه قدم الله ليس ان الله تعالى يوصف بالقدم لا قدم الله معناه ما قدمه الله للنار حتى يضع رب العزة قدمه فيها اي اخر فوج من الكفار التي بها تمتلئ الوهبية شو بيقولوا اه قدم على زعم القدم يعني اجر وهذه الاجر على زعم يضعه الله تعالى في نار جهنم يوم القيامة هول يفهموا من الدين شي هول لا ما فهمنين ما فهمنين شي لذلك كثير منهم ينقلب من الوهبية الى الالحاد عرفت لانه it doesn't make sense فهمتوا هذا الكلام من الوهبية الى الالحاد الله يرحمنا فالله تعالى ليس له قدم وكمان الله ليس له ساق فهمتوا بالعرب منقول الحرب كشفت عن ساقها معناه اشتدت المعركة يوم القيامة الله تعالى يظهر شدة شديدة فالله قال يوم يكشف عن ساق يعني يوم يكشف عن شدة شديدة ليس ان الله له شنبون الله ليس له شنبون هذا العظم اللي هو بين الركبة والكعبان اسمه شنبون ساق الله ليس له ساق فهمتوا يوم يكشف عن ساق اي يوم يكشف عن شدة شديدة لا يقال الله له قدم لاقى اقدامنا ولا ساق لاك سيقاننا ما بينقال هالكلام ما النصفة لله فهمتوا هذا الكلام يوم يكشف عن ساق اي يوم يكشف عن شدة شديدة حتى يضع رب العزة قدمه فيها أي حتى يضع آخر فوج يقدمه للنار حتى يضع رب العزة رجله فيها أي الرجل أي الفريق أي المجموعة من الكفار لأنه في روايتين قدمه ورجله رجل من جراد أي جمع من جراد حتى يضع رب العزة رجله أي آخر جمع من الكفار يضعه في النار شفت ابتلاء من الله الواحد بده يتعلم فهمتوا هذا الكلام فالله سبحانه وتعالى ليس له قدمين يضعهم على الكرسي واضح لحد هون هلأ ركزوا معنا شوي السماوات السبع قديش كبار سمعوا سمك السماء سمك كل سماء أبو آدم مسيرة 500 عام سمك كل سماء وما بين كل سماء 500 عام وسمك السماء الثانية 500 عام بين التانية والتالتة 500 عام وسمك الثالتة 500 عام وهكذا إلى السابعة وهول السماوات سبحانك ربي خلقهم الله تعالى من غير عمد والله لم يشأ لهم أن يهبطوا علينا فيكسرونا لأن السموات شو السموات صلبة أجسام صلبة تمس وتحس وتجس وكل سماء لها باب وعلى أبواب السماء يوجد شو حرس من الملائكة الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم لقد زيننا بسورة تبارك ذكروني فيها لقد زيننا السماء الدنيا بمصابيحها وجعلناها رجوما للشياطين واضح؟ هؤل الرجوم للشياطين بيقولولهم بالإنجليزي الشوتينج ستار هيد الشوتينج ستار هو ملك من الملائكة من حراس السماء الأولى عم بيضرب جن شيطان حاول أن يقترب من السماء الأولى فبيضربه واضح هذا وجعلناها رجوما للشياطين الحاصل هذه السموات أجسام صلبة حس وتجس وتمس واضح؟ وهي كبيرة قلتلكم قديش كبيرة طيب فوق السموات السبع في الكرسي والعرش ماشي؟ طيب الله ماذا يقول عن الكرسي؟ وسع كرسيه السماوات ما معنى هالكلام؟ سمع يعني السماوات والأرض مع ضخامتها بجنب الكرسي كحلقة في أرض انفلات كما علم الرسول مثل الخاتم بالصحراء بالنسبة للكرسي كلها السماوات والأراضين ثم الكرسي بالنسبة للعرش أيضا كحلقة في أرض انفلات عم تفهم؟ فيك تعيد أبو آدم السماوات السبع والأراضي السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في أرض انفلات والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض انفلات يعني قديش العرش كبير؟ كبير جدا السؤال لألكم من الذي لم يشأ لهذا العرش أن يهبط على السماوات والأرض فيدمرها؟ من الذي سيطر على هذا العرش؟ من الذي أبقاه هناك؟ طيب والعرش هو أكبر وخلق الله حجما الله ما خلق حجم أكبر من العرش إذا كان الله مسيطر على أكبر المخلوقات من باب أولى الله مسيطر على جميع المخلوقات لذلك الله قال في القرآن الرحمن وعلى شو؟ على العرش استوى هو بالمعنى استوى معناه سيطرة أبقى حفظة بالمعنى معنى سيطرة الله على العرش استوى وعلى الدنيا استوى وعلى السماوات استوى وعلى الأرض استوى وعلى الكمبيوترات استوى وعلى السيارات والطيارات والغواصات فهمنا؟ الله استوى على البشر والحجر والجن والملائكة طبس ليش؟ الله تعالى خص العرش بالذكر لأنه العرش أكبر المخلوقات فالفهمان العاقل الذكي المتدبر الوهبي منهم منهم فالذكي لما يقرأ الرحمن على العرش استوى شو بيفهم؟ إذا كان الله مسيطر على أكبر المخلوقات من باب أولى الله مسيطر على إيش؟ على جميع المخلوقات فهمنا؟ أنتوا بتفهموا إذا أنا بقدر ارفع خمسين كيلو شرط أني لكم بقدر ارفع يا أبو آدم كيلو اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أربطعش تساطعش تسع عشرين تلاتين خمسة واربعين ستة واربعين سبعة واربعين ثمانة واربعين تسع عشرين خمسين كيلو ولا تكتفي بسبب أنك فكي تكتفي بأنت سمع أستطيع أن أرفع خمسين كيلو لما قال لك أستطيع أن أرفع خمسين كيلو شو بتفهم يعني من باب أولى برفع أي وزن تحت الخمسين كيلو ولما نسمع الرحمن على العرش استوى الله سيطر على أكبر المخلوقات شو بنفهم من باب أولى الله مسيطر على جميع المخلوقات هذا معنى استوى هنا ليس معنى استوى هنا جلسة ولا استوى بمعنى استوى الأكل ولا استوى بمعنى وقفة حسب الكمتكست بيجي الامام بده يصلي جماعة بيطلع وراه بيقول استوه بتشوف لك شي واحد اخد كرسي واقعد استوه هون معناه قوموا كما ينبغي واستوه احيانا استوه الاكل واستوه بمعنى جلسة كل هذا ما بيليق بالله اما استوه بمعنى سيطرة يليق بالله وهذا معنى الرحمن وعلى العرش استوه بس الوهيبي ما بيفهمه بيقولوا الله جالس على العرش ويستدلون بهذه الاية يكذبون الله اليس الله قال فان الله غني عن العالمين العرش اليس من العالمين ومين عم بيقولنا انه غني عن العالمين الله هو يقول لنا انه لا يحتاج للعرش بقوله تعالى فان الله غني عن العالمين السماء من العالمين العرش من العالمين الكرسي من العالمين يكذبون الله ويدعون الاسلام ما فهمنين من الدين شي الدين بمال وهن بمال تاني دين جديد ليس دين الاسلام دين الوهابية ليس دين الاسلام دين الاسلام ان الله تعالى لا يجلس على العرش دين الوهابية الله جالس على العرش كفر فهمتوا هذا الكلام نكتفي بهذا ان شاء الله ثم الان مشان ما نتأخر عليكم اكتر من هيك ما نخبركم قصة جريج هلا قصة جريج ليش هي قصة جدا مهمة تفهموها ولناس مثل حكاية اللي بيعطوا دروس او الناس المعروفين انتوا طيبين نحن طيبين عادة منشوف واحد مقبل على الدعوة ظاهره الله ستر عيوبه واظهر لنا محاسناه احيانا من حب نبدحه نظن به خيرا منقول لعل هذا الشيخ وصيل امتبهنا وهو حقيقة الامر لا ننزكي على الله احدا وبالنهي الحمد لله الذي اظهر الحسان وستر القبيح والحمد لله الذي جعله افضل يعني نسأل الله ان يجعله افضل مما نظن ويستر عليه ما لا نعلم فهمتوا هذا الكلام ما كل منه بين ثوبيه فضوحه ولكن ان كان هلأ ولا بعدين قد الناس يظنوا فيك خير فانت تحتاج الى شيء يربيك ويهذبك فانا شخصيا اخذ هذه القصة في نصب عيني حاططها هون لذلك ان شاء الله وبفضل الله لا اتأثر فهمت؟ يعني وان قيل مليونين متابع الفيسبوك ما بيهزوا شعره من جسمي ولا كأنه موجودين الحمد لله لانه بالنهاية هذا فضل من الله هذا من فضلي ربي او انه بعض الدرس مثلا بيحضروا كتير من الناس هذا بعضله ولا بفضل الله قلوب العباد بيد من؟ بيد الله الله اقبل بقلوبهم فهمت هذا الواحد دايما بده يتذكر مشان ما يصاب بالعجب ولا يصاب بالرياء وبتعرفوا انتو احيانا الناس بيجوا بيقولوا يا شيخ يعني بتحس من لطافتهم انهم يظنون بك شيئا فهذا الداعي الى الله يحتاج ان يتذكر دائما العبر منها الحمد لله الذي جعلني يعني الحمد لله اسأل الله ان يجعلني افضل مما تظنون ويستر علي ما لا تعلمون ويغفر لي ما لا تعلمون هيك شغلات مطلوب دايما الواحد منها يتذكرها ومن هذه الشغلات بالاضافة الى الاحاديث والايات في شيء حاطة انا هون نصب عينية كي لا اتأثر هي قصة جريج قصة جريج تغير حياتك للأحسن هذا جريج كان عبد من الصالحين في ايام سيدنا عيسى المزيح ابن مريم واحد مسلم اجتهد في الطاعات فصار صالحا ثم صار وليا ولي الولاية منا مستحيلة فهمتوا كل واحد منكم يجوز عليه ان يصير من الاولياء لان بحكم العقل والشرع بده يجتهد كيف واحد يصير ولي يؤدي الواجبات يجتنى بالمحرمات يزداده من النوافل يثبت على هذا يصله الى الولاية ان الواحد يشتغل هيك هشوفوا قديش عم نشتغل للدنيا الحاصل جريج كان فعلا وليا من اولياء الله اسمع وهلا هقل لك كلمة حفظة لانه هنستعملها باخر القصة حتى ملك البلاد كان يظن بجريج انه ولي من الاولياء ملك البلد والشعب يظنون جريج ولي جريج هذا ما نافسهم على دنيا ولا على امرأة لا نافسهم على دنيا يصيبها ولا امرأة ينكحها ترك لهم دنياهم وذهب وزهد وبنى صومعة له في رأس الجبل ترك لهم الدنيا وما فيها تخانقوا قد يعني اشتغلوا بالمصارع وبالدنيا وبالجاه وباللجاريز انا تركت كل هذا زهدته ورحت على رأس الجبل بنيت صومعة بيذكر الله بيصوم بيصلي ماشى والناس يعتقدون فيه الولاية بيزوروه بيعتقدوا فيه الولاية وهو ولي بيزوروه بيتبركوا فيه بعيلنا يا شيخ بيقعدوا على بابه مدري قديش بس لا يشوفوه شفنا ولي فمت هذا الكرم